ومن تونس ينضم إلينا لطفي بن صالح الكاتب والمحلل السياسي سيب بن صالح بعد التحية السيبسي والغنوشي هل كان كلاهما بحاجة للقاء الآخر مساء الخير طبعا كلاهما في حاجة يعني الواحد إلى الآخر ولكن يمكن قول كذلك أنهما لم يلتقي منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر من هذا اليوم فآخر اللقاء بين بيجي قيسي سيبسي رجل الجمهورية ورجل غنوشي رئيس حركة النهذا كان يوم 12 جانب في 12 هنائر الماضي هذا ما يؤكد ولا يلمح إلى كون الرجلين ما زال في حاجة إلى بعضهم البعض بل أن الاتصالات بينهما الهاتفية في الفترة الأخيرة لم ينكرها رئيس الجمهورية نفسه في أحدى المناسبات لكن مضمون هذا اللقاء وشكله هو الذي يبقى محل تسائل رغم أن ما أعلن بعد هذا اللقاء لا ينحدر إلا إلى عموميات وشعارات مرفوعة في الفترة الراهنة سيب في محاولة الامتصاص كل منهما الامتصاص الأزمة الراهنة نعم قبل أن نذهب إلى العموميات ما الذي يريده السيبسي من الغنوشي؟ الباجي قيد السيبسي هذا اللقاء أو غيره يندرجه كما قلنا في إطار حلقة أو سلسلة من اللقاءات الدورية التي برمجها الباجي قيد السيبسي في هذه الفترة فقبل رجل غنوش اليوم كان قد انتقى محسن مرزوق رئيس حرك مشروع تونس ونعتقد أنه سيلتقي بعض رؤساء الأحزاب الأخرى سواء في الهتلاف الحاكم أو غيرها في كل هذا يعني يمكن التركيز على مثل هذا اللقاء بالقول وبالتأكيد على أن الباجي قيد السيبسي يريد رفع شعار الوحدة الوطنية من جديد يريد إهام العديد من التونسيين والسياسيين بكون هناك وخزة ضمير كذلك الرجل الغنوش يريد أن يبرهن أن هناك وخزة ضمير لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في البلاد لأن كلاهما أو كلاهما مسؤول على ما حدث بعد توافق فشل أخيرا وهو توافق حركة النظم مع حركة نداء تونس الحزب الذي أسسه الباجي قيد السيبسي فقبل انتخابات وقبل بعض الأشهر من انتخابات رئاسية وتشرائية يريد كل منهم أن ينقذ ما يمكن إنقاذه نعم بخصوص النداء والنهضة هناك من يتحدث عن صفقة بين النداء والنهضة عنوانها يوسف الشاهد هو في الحقيقة يوسف الشاهد بقي مربط الفرصة في المسألة بين الطرفين بين نداء تونس وحركة النظم ففي الفترة الأخيرة لا ننسى أن الباجي قيد السيبسي أوصى وقام بوجه توصياته لنداء تونس حفظ قيد السيبسي في كل هذا يوسف الشاهد بقي كذلك سيق هنا وسيق هناك فهو أسس حزب وحركة طحية تونس وترك المجال مفتوح لإمكانية التحالفات سواء مع هذه الأطراف القديمة التي السمع عن نداء تونس أو الطرف الآخر وهو حركة النظر فاللعبة لعبة انتخابية أو انتخابوية والعناية وكل الاعتناء والاهتمامات انتخابية وهناك تجاهل الأمور الاقتصادية والسياسية العميقة التي تشغل بلاد وما أدل على ذلك التحركات الاحتجاجية اليوم نعم أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من تونس لطفي بن صالح الكاتب والمحلل السياسي ترجمة نانسي قنقر